أن الهدف من إنشاء فرنسفينتكات كان هذا الصناعة رأي عام لدى الدول العربية والمغاربية تكون قريبة من مواقف فرنسا ولكن السحر أعتقد بأنه انقلب على الساحر وأداء القناة الذي نزل إلى الحاضيط قبل أشهر فقط عندما بثوا حوارا لإرهابي في بوركينافاسو ما دفع بوركينافاسو بمنع قناة فرنسفينتكات مالي كذلك في انتظار النيجر التي هددت اليوم بوقف صادرات اليورانيوم والذهب وهذا ما يفضح المصالح الفرنسية في النيجر وبتالي الإعلام أصبح أكثر من الأهداف التي أنشئ من أجله وهو إعلام الناس بالأخبار وأصبح وسيلة في يد المخابرات ودوائر السياسات الخارجية لتمرير السياسات والحفاظ على المصالح وكسر كل من يقف في طريق المصالح الفرنسية ولهذا هم يبدون عدم رضاهم على توجه الجزائر إلى إيطاليا وإلى بيكين وإلى طهران وإلى أنقرة وإلى موسكو وإلى الكثير من العواصم حتى دور الجزائر في إفريقيا جعل الحرب النفسية تتابنى من هذه القنوات الفرنسية انتقاما من الجزائر لأن الكثير من الضوائر في الإليزي يحملون الجزائر مسؤولية تراجع فرنسا في مناطق النفوذ التقليدية ويتهمون الجزائر بتحريض الأفارقة في القمم الإفريقية وفي مختلف المنتدايات بضرورة طرد المستعمرين من إفريقيا وبالتالي فالانتقام من الجزائر وتوجيه الحرب النفسية والسموم الإعلامية نحو الجزائر هو انتقام من السياسات الجزائرية وتأثيرها في مختلف المجالات المغاربية المتوسطية وحتى الإفريقية والله